علاقتي شخصية مع كابتن جارم ان هو كابتن جارم كان اصغر لاعب بيلعب في الجيل الزهبي يعني كان الجيل الزهبي مجبول بتاع كابتن الذي أرحمه وبوبه وعرابي وشحتة فكابتن جارم كان اصغر وعد في الجيل دوت كان لعيب جامد جدا مكسر الدنيا في السكندرية فاحنا كنا كسغيرين بقى فرحانين اوي ان في واحد قريب مننا في السن يعني مكسر الدنيا كبسكندرية كابتن جارم في المتشاط احنا كنا بخش عففلوس عشان اتفرج على الجيلز الزهبي بتاعنا دي الاتحاد الكابتن جارم وبقى اللعيبة الكابتن جارم كان حالة خاصة الجمهور كان بيحبه بطريقة تانية كان دايما بيقلفه اغاني كتير جدا يمكن اتحضرني وقعة ان الكابتن جارم لما اتجوز كان بعد الجواز الحالي اسبوع وعشرة ايام كان فيه ماتش في الاستاد فتخيال ان ملعب كله بيزف الكابتن جارم زف اسكندراني يعني وقفوك كده وقعدوا يزفوا زف اسكندراني العشين الف اللي في الملعب بيزفوا الكابتن جارم في الملعب ودي كان حاجة غريبة لو حد شوفها الكابتن جارم كان دايما الجمهور في اسكندرية متعلق بيه مهريا وحطيونه هو دايما المنقذ يعني الكابتن جارم كان رجل الشمال دي بسم الله ما شاء الله يعني انا تمنى يطلعنينا حد تاني الجارم في مصر كلها مش في الاتحاد بس فكان الناس هو المنقذ بتاعها في اسكندرية لانوا كان لعب هداف لعب مهاري على اعلى مستوى لعب رشيد جدا فكانت تحب انت وانت بتفرق كده ان الكرة تيجي للكابتن جارم لسيما انه كان بلعب بقى مع ناس في التوقيت ده فتاح زي كابتن شاحتة وكابتن موحي وعدل بابلي فكان الكابتن جارم بيتقلق وسطهم وبيبدع في وجود مبدعين اسكندرية كلها كان بتحبه تعملته اغاني كتير جدا جدا للكابتن جارم بعد كده كابتن جارم لما بطل انا اسعدني الحظ انه كان مدرب في نادي الاتحاد لابني انا ابني زوير كان الكابتن جارم هو المدرب وكان بيستفيد منه جدا وكان معاه في نفس التوقيت لاعب عمر متحة وردة كان كابتن جارم بيدربه في نادي الاتحاد قبل ما ينتقل النادي سبورتنج وعين راح النادي الاهلي اه جابتن جارم في تدريبه اه الحاجة الحلوة جدا فيه انه هو بيتشغل مع البراعم دايما بيتشغل معهم على المهارات الفردية لان المهارات الفردية دي اصعب حاجة في الكرة وقليل اولا بتلاقي العيو عنده مهارات كابتن جارم بيهتم جدا بالمهارة الفردية الكابتن جارم لما بنعمل اختبارات في نادي الاتحاد هو دايما بريس اللجنة لانه عينه حلوة جدا في استياد الولاد الصغارين اللي عندهم مواهب كابتن جارم عايز اقوله انت بمبنية بتاعتنا في اسكندرية انت نجم محبوب مع يعني الامانة لم يختلف عليه اتنين في اسكندرية ترجمة نانسي قنقر